السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احلام بشارككم اليوم طريقتي في بسبوسة الشوكولات هي بسبوسة معمولة بالكاكاو ومشربة بسوس الشوكولات ونشوف مع بعض الطريقة في البداية بحضر السوس على النار بحط كوب من الحليب البودر وكوب من السكر البودر ونصف كوب من الكاكاو وكوبين من الماء وبحط كمان ملعقة صغيرة من القهوة السريعة الذوبان او ممكن تستغنوا عنها وتحطوا شوية فانيلا بخلط المكونات هذه مع بعض لينما تمتزج تماما وبخليها على النار من ثلاث دقائق الى خمس دقائق بظل اخلط باستمرار ولما خلاص تصير بهذا الشكل ونجعلها تغلي غلوة واطف النار ونجحز البسبوسة يكون في معايا كوب من الحليب البودر بحمسه على النار ونتبهوا انتم تحمسوا الحليب لانه بيحترق بسرعة وقلبوا باستمرار وطوا النار على النار يعني لين ما يتغير لونه وعلى طول تشيلوا من الطاوة اللي تحمسوا فيها بعد ما طفوا النار صبوا لوعاء ثاني وفي وعاء الخلط بحط بيضتين وشوية من الفانيلا تقريبا ربع ملاقة بخفقها كويس ولازم تخفقها كويس وبعد كذا بحط المواد السائلة اللي هي علبة قشطة وربع كوب زبادي نص كوب زيت نص كوب ماء والان بضيف النواشف ربع كوب سكر ثم الملعقة ملح او رشة ملح بخلطهم مع بعض وبكمل اضيف باقي النواشف نص كوب جوز الهند كوب سميد وكوب الحليب المحمص وربع كوب كاكاو وبنخله قبل ما اضيفه وملعقة صغيرة من ملعقة القياس بيكينج بودر او ملعقة طعام ممسوحة بخلط كل هذه المكونات مع بعض مجرد بس ما تمتزج يعني ما تطولوا بالخلط زي ما شايفين انا بس بخليها كذا تختلط مع بعض وبكون مجهزة الصينية رقم 8 من الصحون او الصينيات البايريكس الحراري طبعا انتم ممكن تستخدموا الصينية مقاس ثلاثة عشان تطلع معكم البسبوسة نحيفة انا طلعت معي شوية مرتفعة يعني على حسب الرغبة هنا الصينية مدهونة بالزيت وطبعا الفرن عندي مفتوح يعني مسخن خلاص بعد ما اصبها بدخلها الفرن بظل انتبه عليها اخر شي لما اشوف انه من فوق خلاص قدها ناشفة بدخل السكينة لما تطلع السكينة ناشفة يعني خلاص استوت من فوق افوان استوت من تحت بفتح من فوق دقيقتين وخلاص وطليها من الفرن بعد ما اخلي الصينية ترتاح خمس دقائق تقريبا بشربها بالصوص وبصب لها الصوص كامل اوزعه كويس وبيكون في عندي شوكولات خام مبشورة برشها من فوق زي ما شايفين وبكذا تكون البسبوسة بالشوكولات المشربة بالشوكولات جاهزة بتدخلوها ثلاغة تبرد انا دخلتها الفريزر لانه كان وقتي ضيق واستمتعنا فيها وهي باردة الطعم ما قل لكم مش لازم تقربوا الطريقة بتمنى يا رب تقربوها بس انا اراكم بالتعليقات وما تنسوش تضعطوا على لايك اذا كنتم اول مرة تشوفوني اشتركوا بالقناة نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله ومع السلامة